موسيقى أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بيتنا في كتير من التخصصات الطبية يمكن اسمها مطروق لكن احنا كأشخاص عاديين أو حتى كمرضى ما بنكون عارفين كيف ممكن نستفيد منها ومنها تخصص جراحة الأوعية الدموية والشرايين اليوم احنا في ضيافة الدكتور بوليفيوس وهو من أكبر الاستشاريين في مجال جراحة الأوعية الدموية والشرايين رح نفهم منه أكثر كيف ممكن نستفيد من هذا التخصص المهم جدا في حياتنا أهلا وسهلا فيك دكتور بوليفيوس مرحبا أنا الدكتور بوليفيوس بافاديز عمل جراحة للأوعية الدموية منذ 30 عاما لقد عملت طيلة تلك الفترة في أثنى باليونان مع الصليب الأحمر والذي يعد أحد أكبر مراكز الإصابات باليونان حيث كنت رئيساً للاستشاريين في قسم جراحة الأوعية الدموية وقد أجريت هناك العديد من الجراحات لأنواع مختلفة من الأمراض دكتور بوليفيوس كجراح للأوعية الدموية ما هي الحالات التي تغطوها وكيف يستفيد المريض من تخصصكم وأيضاً أبرز العلاجات التي تقدمها في هذا المجال كانت دراسات العليا قائمة على تقنيات وعائية وداخل وعائية حديثة في إيطاليا لذا فإن خبرة مجتمعة مع التطور التقني لمستشفى الإمارات التخصصي مستشفانا وبإمكانهما توفير دعم وخدمات ممتازة للمريض يساعد تخصص جراحة الأوعية الدموية على علاج العديد من الأمراض الوعائية في أجهزة الجسم التالية الجهاز الشرياني والجهاز الوريدي والجهاز اللنفوي وكل جهاز من تلك الأجهزة يشمل أمراض تتميز بصفات سريرية معينة ومن المهم أن نوضح ما يلي إن الجهاز الشرياني يوصل الدم إلى جميع أنحاء الجسم ويقوم الجهاز الوريدي باستقبال ودفع الدم إلى الرئتين مرة أخرى ومنهما إلى القلب يستقبل الجهاز اللنفوي سوائل توجد بها بروتينات وليمف ويبدأ من تحت الجلد في المناطق المحيطة بالأوعية الدموية وأخيراً تصب السوائل اللنفوية في الجهاز الوريدي دعونا الآن نعطي مثالاً لمرض مع علاجه لكل جهاز من تلك الأجهزة الجهاز الشرياني المرضى الذين يعانون من السكتة الدماغية أو النوبة الإفقارية العابرة TIA حيث أن 24 من الحالات تكون بسبب تضيق الشريان السباتي مما يعني وجود ضيق أو انسداد في تجويف الشريان ويكون العلاج عن طريق الدعامات أو استئصال التخثر الشرياني أو الويحة أو الانسداد أما المرضى الذين يعانون من العرج المتقطع وهو ألم بالساق أو الساقين عند المشي أو بمنطقة الأليا ويرجع سبب الألم إلى وجود تضيق أو انسداد بالشريان الأورطي أو الشريان الحرقفي أو الشريان الفخذي أو الشريان الضنبوبي ويشمل العلاج الجراحي الدعامة وهو إدخال شبكة داخل تجويف الوعاء الدموي والمجازة وهو وضع طعوم صناعية لتخطي الضيق أو الانسداد تصلب الشريان بهدف إرجاع تضفق الدم إلى المنطقة التي تحتاجه وهو المنطقة الإفقارية في الفخذ أو الضنوب مرضى الفجل الكلوي في مراحله الأخيرة حيث تكون وظيفة الكلا غير موجودة ويحتاج إلى الغسيل الكلوي أي عملية تنقية للدم ما الذي يفعله جراح الأوعية الدموية بالضبط وكيف يتدخل ويعالج يكون ذلك عن طريق إجراء ناسور شرياني وريدي وما هذا الناسور هو اتحاد وريد مع شريان لإجراء غسيل كلوي عن طريق عمل طعوم شرياني وريدية أي اتحاد الشريان مع الطعوم ثم مع الوريد القدم السكري أو سكر البول كما يسمى طبيا وهو للأسف لديه القدرة على تدمير الأوعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في جسم الإنسان بأكمله أوكي دكتور يعني بما أنك حكيت عن القدم السكرية وأعتقد أنه انتشار مرض السكري في منطقتنا بيخلي ناس كتير تكون مهتمة بهذا الموضوع احكي لي عن القدم السكرية The Diabetic Food وأيضا أهم العلاجات اللي بتأدموها The Diabetic Food ومن أشهر أمثلة إصابات ذا السكري هي القدم السكري وتعرف بأنها قدم مريض السكر الذي يعاني من تقرحات أو عدوى بالأنسجة الهيكلية أو العضلية بالقدم مع وجود تدمير لها مسببة حالة سريرية تحتاج إلى العلاج بطرق مختلفة بسبب القصور الدموي الموجود ومن هذه الطرق العلاج التحفظي ويشمل غسل القدم والحفاظ عليها معقما أو تناول المضادات الحيوية والأقراس الموسعة للشرايين الفوان وارتداء أحذية مناسبة وتشريحية وبالطبع الأنسلين في صوره المختلفة العلاج الجراحي هو بالضبط التنظيف الجراحي أي إزالة الأنسجة النخزية إذا لازم الأمر الدكتور كثير من السيدات بيعانوا من الدوالي أو الأوريد العنكبوتية يا ترى إيش أحدث الأجهزة والعلاجات اللي حضرتك بتقدمها من خلال مستشفى الإمارات التخصصي لهذا المرض من الأنواع الأخرى للقصور الوريدية الأوريد العنكبوتية والتي يمكن أن توجد مع الدوالي أو بدونها ومن أحدث العلاجات لها العلاج بالتخصير الحراري حيث يمكن للأوريد العنكبوتية أن تختفي فورا عن طريق ظاهرة التخثر بالحرارة الأوعية الصغيرة الحمراء والزرقاء الموجودة بالطرفين السفليين والعلويين أيضا والموجودة أيضا بالجسم والوجه وبالأخص الخط الأنفي هذا العلاج البديل القليل الجور فيما عدا علاج الأوريد العنكبوتية يستخدم لعلاج بعض الاضطرابات الجلدية السطحية على سبيل المثال العلامات الجلدية وتغيير لون الجلد كما أود توضيح العلاج بالرغوة للدوالي والأوريد العنكبوتية أيضا حيث يتم حقن مركب صيدلاني يشبه الرغوة داخل تجويف الوريد بهدف سده بالكليا ويوجد علاج يشبه العلاج بالرغوة ويسمى العلاج بالتصليب دكتور بوليفيوس مشكلة فرط التعرق مشكلة يعاني منها كثير من الناس أحيانا يصابوا بالإحراج بتكون إيديهم كثير عرقانة أو حتى من بعض أجزاء الجسم بتصعب عليهم حياتهم أنا عرفت أنه في عندكم علاج متخصص لهذا الموضوع بحب أعرف عنه كمان بحب أعرف عدد الجلسات اللي بحتاجها المريض حتى يتخلص من هذه المشكلة فرط التعرق هو حالة يكون فيها العرق غزيرا حيث تفرز الغدد العرقية سائلا مالحا وهو العرق بكميات كبيرة وفي مناطق معينة بالجسم والكفين وباطن القدمين أو الإبطين ولسوء الحظ فإن هذا المرض يسبب مشاكل اجتماعية كبيرة في الحياة اليومية فعلى سبيل المثال تظهر المشاكل عند الكتابة أو القيادة أو الأنشطة اليدوية حتى أثناء السلام باليد كما أود أن أشير إلى أن فرط التعرق الأولي يظهر في أثناء فترة الطفولة وبدون وجود أي شواذ تشريحية بالغدد العرقية أما فرط التعرق الثانوي فهو نادر ويظهر عادة مصاحبا بأمراض أخرى مثل داء السكري وفرط الدرقية والسمنة ويشمل الإجراء إعطاء المريض تخديرا مهدئا بحيث لا يشعر بالألم ثم نبدأ بوخذ الكفين أو باطن القدمين أو الإبطين أو جميع المناطق المذكورة بإبر رفيعة وبعد استيقاظ المريض وأيفاقته تماما يمكنه الخروج من المستشفى فرط التعرق هو حالة يكون فيها العرق غزيرا حيث تفرز الغدد العرقية سائلا مالحا وهو العرق بكميات كبيرة في مناطق معينة بالنسبة للعلاج أود أن أذكر أنه كانت هناك بعض العلاجات الجراحية التي استبدلت بعلاجات أكثر دقدما وأقل أجورا ولها نتائج أفضل ومن أكثر العلاجات كفاءة ذيفان السجقية أو المعروف بالبوتوكس ويشمل الإجراء إعطاء المريض تخديرا مهدئا بحيث لا يشعر بالألم ثم نبدأ بوخز الكفين أو باطن القدمين أو الإبطين أو جميع المناطق المذكورة بإبر رفيعة وبعد استيقاظ المريض وإفاقته تماما يمكنه الخروج من المستشفى طيب دكتور إذا تم حقن البوتوكس في اليدين أو في القدمين للتخلص من مشكلة فرط التعرق كم مرة كم جلسة بحتاج المريض ولمتى تستمر هذه النتيجة مرة واحدة وتستمر نتيجة لسنة ولبعض الأشخاص أكثر من سنة دكتور نسمع كثيرا أن الناس التي تأخذ إبر البوتوكس للتخلص من فرط التعرق في أماكن معينة فعلا ينقطع العرق في هذه الأماكن لكن يظهر في أماكن أخرى ما هي الأعراض الجانبية أو السايد إفكس لهذه المعالجة؟ بالطبع هذا كله كلام عام ومرسل ولا أساس له من الصحة للأسف الناس باتوا يأخذون معلوماتهم الطبية عن طريق الإنترنت لا مانع من التثقف لكن لا يمكن أن تكون طبيبا من الإنترنت شكرا جزيلا دكتور يعني عن جد ساعدنا بلقاءك ونتمنى نشوفك إن شاء الله في لقاءات أخرى حول موضوعات أخرى شكرا لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة وأتمنى أن ألقاكم في حلقات لحقة من برنامج بيتنا موسيقى موسيقى